اهلا وسهلا بكم ورغم الثلوج الي يمنع قررت ان انزل للسوق واجيب شوية فريمات وانشغل بكم قطعة رسم على الزجاج اتنسيني عن برودة الشتاء اتجحنا الايكية ورح المنم كم فريم وياكم نصيحتي لكم لما تنزلوا للسوق وتشتروا فريمات اتأكدوا من طريقة تعليقها اذا ناوي تشتغلين شي شفاف اتأكدي ما تاخذي لباكراوند او خلفية واذا ما تفرق بياج عادي اخذي اللي اقصده بالفريم الشفاف هذا هذا شفاف فحلو لما ترسبي على الزجاج وتحطيه من الشباك او تعلقيه عند الشباك جبتي الفريمات ووصلت للبيت بسلام رح افكر شنو ممكن اشتغل على هاد الفريم الذهبي الحلو المادة هي بليكسي غلاس وليس زجاج رح استعمل الاوتلاين الزهبي وجاي على بالي اشتغل شناشيل بغدادية رح ابتي بمرحلة التخطيط اللي اجدني هواية تساؤلات عنها انا ادي ترجف انا ما عرف اخطط انا من وين اجيب الديزاين فهاي الاسئلة رح احاول ارد عليها واني اشتغل وياكم اهم شي الثبتين منطقة الاكس ما للايد لما تثبتين اكسك يكون الشغل اسهل المنطقة الثانية اللي اذا تقدرين تثبتيها هي منطقة الايد نفسها الرسو يعني نهاية الاصابع حاولي تثبتيها مرات انا احط قطعة ورق جوا ايدي انا متمشي ايدي بسهولة لان مرات تلزق الايد على الزجاج اتمنى تكون هاي المعلومات البسيطة مفيدة لكم دائما ابدأي بخطوط قصيرة اذا ايدتش بيها رجفة ما انصحك بهذا الديزاين المعقد يعني مثلا هذا التصميم للناس الادفانس اللي عندهم خبرة بالرسم على الزجاج انتي ممكن ما تنفذي كله ممكن تنفذين اجزاء من عنده ماكو داعي تعملي كل هاي التفاصيل البسيطة الصغيرة اذا انتي مجادر عليها موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 القناة اشتركوا في 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 القناة تقريبا كملت ولايان الشناشي للبغدادية لهذا اليوم واخر جزء منها هو الهلال وحبيت الونه بالوان المون الذهبي المون الالوان القمرية شوفوا لهذا الذهبي اشقت حلو اتمنى ان اتنال اعجابكم هذه اللوحة شكر خاص للأستاذ المبدأ صباح خشنو من العراق هو اللي بعث لي هذا التصميم ضروري جدا للأمانة أن أشير الإسمة وأشكره وصارت اللوحة جاهزة للعرض رح أحطها عند الشباك وتشوفون جمال ألوان الرسم على السجاج إن شاء الله باجروا من الصباح أثبتها عند الشباك وما أحل أهل منظر من وما يتمنى وهو بالغربة وبين الثلوج من وما يتمنى يشوف هيتش منظر حلو من الشباك قولولي قولولي شنو رأيكم بهذا العمل اللي أتمنى أن ينال إعجابكم أتمنى منكم مشاركة قناتي مع الأهل والأصدقاء ليصل إليكم المزيد تحياتي لكم إيناس من كندا موسيقى موسيقى موسيقى